فنانة مثيرة للجدل تنجم تعجبك تنجم ليه لكن ما تنجمش تنفي إنها ثكية وخدمة تجيب أحدنا في حوار في برشة صراحة مانيل عمارة مانيل نورتنا ليلة يعيشك يعيشك خليكم قابل الجمهور هاي شبنا بيقفل هوني ساعة مادام الناس فرحانة بيك هاي غيبة على الحوارات التلفزية غيبة ما نشي بحبك أنتش هد مرحبا بيك ننورنا بش نعملو بورتريشي نوا هاي نتعرف على الش بش نتعرف على الشخصية متعك هاي ايا مانيل لو كنت نبتة حريقة لو كنت حيوان حريقة نتعبحر لو كنت مقولة العين بالعين والسن وبالسن والبيدي وأظلم لو كنت إحساس الفرحة لو كنت عملة لو كنت قناة تلفزية ناشنال جيوغرافيك لو كنت رقصة السالسة لو كنت شخصية كارتونية أليس فنانة أمريكية مادنة لو كنت وزيرة وزيرة السعادة سوري داليجي لو كنت غنية إذا أعطاك العاطلة تشاتلة تباتي لو كنت مادة تدرس التربية المدنية لو كنت وسيلة نقل كارديتا لو كنت أكسسوار أم إكوتر بلوتوس تلويفون لو كنت ميكلة كل ملوخية لو كنت أميكاتيون في التلفون فوتوشوب باش نخرج الناس لكل مزيانين في التصور ما حلقك ليلا يعيشك مرحبك ليلا من غير فوتوشوب ليه من غير فوتوشوب أما برشة مجهودات باش تطلع مزيانة هكها والله ليه ليه مش برشة مجهودات لمحال أربعة سوئع في الحجيمة خمسة سوئع إسياج ستة سوية وانا قد في درشنا وابش نجي حاضرها كياما واش مجودة قوي بارشا كيما كل مراتون سيئة كل مراتون سيئة فادلك يدي فادلك الجميل الجميل الروح عندك برنامج جوه بيل اي برنامج كين تعد على قناة كين عندي برنامج اي اي اما يبقى رو في السيفي متاعك عندك برنامج يقعت البالماريس بان سور اي شوالي سار اي صار انه حسن لم يكن في الحسبان لو تعطيه عنوان التجربة هذي اي عنوان الفخ الكبير وقعت في الفخ؟ لا مش انا وقعت في الفخ علش لو العنوان نازم ينتبق علي انا منتصور انتي اكثر انسانة ذرت بالتجربة هذي ما نيش انا اكثر انسانة ذريت طو في الحوار من بعد كين بدنا احكيلك على الكواليستة فمش كون اكثر حد مضرر اما مش انا مضريتش انتي لا مضريتش انا كيما دخلت من العمارة خرجت من العمارة ناس تحبني ناس تعرفني ناس تعرفني ناس تعرفني خدامة ناس تعرفني لانا جسو تخي زمبيسيوس ناس تحبني 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 رحلت تحبني ناس تحبني ناس تحبني ناس تحبني ناس تحبني ناس تحب dentro بعدين ناس تحبين ناسивают تدخل على الباش تركهم فسخوه فسخوه بعد ب... يظهل... كالكو زوغ مع تسويع و فسخوه عليش كتبوه؟ والله عليش كتبوه ما نعرش بتدخ على خاطر تشوكي ولي انا قلتولهم بش نخرج تو سمبل ما و الستاتوه هذي تكتب في الليل مع أنت تكتب في الليل بعدين هبطت الصباح بكري هما هبطوا هبطوا استاتوه هذي في الليل و بعد فسخوه كلمتهم؟ ما كلمتهمش و انت غاضبة؟ ليه ما كلمتهمش مومنين اللي نعرفها تكلمهم ههي غاضبة ليه لي باجتوا و انا غزرتك اتحكتهم بعد قلت بان سي سوخة نمشي باحده هذي نحكي لحكي صحيحة تو سمبل ما إذيك عليش الليلتها هبط هبط بعض الستاتوه هذي بعض ال... ما هبطو كرتاش بلوسها هكي هبط قلت التفاصيل قريبا قريبا مين؟ قريبا عندك انتي ما قلت حتى شي ما قلت حتى شي ما مشيت لحتى راديوز تدعوني برشا ما عطا باش نمشي لهم ما حكيت في حتى شي اليوم باش تحكي؟ اليوم باش نحكي اول حاجة هممم هما قالو لعدم قدرة البرنامج على جال المستشهر اي انتي بالمفروض انك ملكة الإشهار باش انا باش نعطيك بالأرقام ومو هو قلك الأرشيف لا ترحم الأرشيف لا يرحم الأرشيف لا يرحم عبر المستشهرين اللي أنا جبتهم خمسين مليون وانتي هنا هيدي تعرف شنو معنتها خمسين مليون في حلقة أولى منتع برنامج ما يعرفو حتى حد في قناة اللي هي ما هيش من أول القنوات اللي يتفرجوا عليها التوينسا وخاصة تنهار تسبت في الليل وحتى حد ما يعرف أصلا شنو الكونسبت متاع البرنامج والحاجة الأخرى لو الخمسين مليون مستشهرين اللي يجيوا عن طريق لاجانس انتعي أنا إلى فائدة قناة كارتاش بلوس كانوا الكلهم من عندنا نحنا مش من عندهم هما والمستشهرين اللي يجيوا في الليلة السبت كان جايين على خاطر أنا مش على خاطر كارتاش بلوس لكن حصلت حاجة اللي هي أنا وقفتلي مخي يا أخي إذا البرنامج قاعد يدخلي في خمسين مليون في الحلقة يعني من المفروض أنه القناة سعيدة المنشطة سعيدة والمستشهر سعيد هذي أنا طلبت من المستشهرين متاعي باش معاتش يحطوا الإشهار متاحهم في الحلقة متاعي هذي ما عندها سابقة عشان فسال لك عليش سهل برشا انتي وقتلي من العمارة تجيب مستشهر تجيبو عن طريق لاجانس متاعي الخدمة متاحة المستشهرين كما تراهم عندي هنا في الإنستغرام كما تراهم عندي هنا في الباساج تيلي كما تراهم في برش حاجة أخرى اللاجانس متاعي الخدمة متاحة كونها الشروط اللي تتفهم فيهم مع المستشهر هم بيدهم اللي توفرهم للمستشهر والعلاقة نتاعي مع القناة كانت انه أنا نجيب المستشهرين وما بعد عندي عندي عن برش حاجة نرمال على الأخرى لكن الكانتراه اللي تسحح يسحوا المستشهر يسحوا مع اللاجانس متاعيينha ما يسحوش مع القناة ولي اذي شنو اللي صار في الحلقة اللولة حلقة اللولة المستشهر لول تعدى بيكسيليزي معناتها وقتال يتفرج على الفيتاغ متاعه الكاليتيت تايحة على الأخر وهذه مشكلة تقنية جاءة من البث ليس جاءة من عندي هنا واضح المستشهر الثاني تعدى الفتائر من غير صوت وهذه مشكلة تقنية من القناة ليس من عندي هنا المستشهر الثالث تعدى الفتائر من غير صوت ومن غير صوت كيف زادة؟ فما كان زوز مستشهرين تعدى بالقدي أكهو شيء أخرى نمشي معك أكثر من هكهو حتى من اللي زان فيتي أنا حاشمة معهم أنا أول حلقة جاتني زازة تعديت سبعة دقائق تغني من غير صوت سبعة دقائق زازة تغني على المسرح تشوف في زازة تشتح وتغني والصوت موجود خارج أنت تعرف هذي أنه نجاح برنامج ما هوش كان المناشطة نجاح برنامج هو الإذاقة الفريق التقني الإعداد الإعداد وخاصة أن نمشيهم بعض نوصل إلى الإعداد الفرقة الفرقة البث كل شيء يعمل لك برنامج به لماذا أخبرنا؟ أنت تعيق قلت أدنى أدنى الضروف العمل ليس موجودة الحلقة الأولى لا نقيمك عليها الثانية والثالثة والرابعة الثانية والثالثة والرابعة والثالثة 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 من المشكلة أخبرنا وضعنا نظر الكاميرات ومشكلة من المشكلة التي سمعت الشمس أتحدث أنها فإنما نحن نصل نصف 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 على أساس الساعتين لكي نبدأ نصف 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 تصوير حلقة من جو هبال كل حلقة بدمها أنا نصف 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 الجمهور يعرف وصلت أنا من العمارة الذين يعرفون كل الجمهور يعرفون وصلت أنا نعارك في الجمهور بالسترس والعصب والكل المشكلة لا يوجد تحب تحب تشرب تحب 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 من القناة لا يوجد أخير تحب أن تحب من جو القناة قتلي تحب 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 القناة يجب أن تحب من القناة تحب التحب الناس تحب قمت إلى تحب لي تحب تحب حيث أول ما أخذت اللوكيم تاع البرنامج داخلوني للستوديو قالوا يريد استوديو هيدا الكل استوديو هيدا كل بشي تبدل وبشي يولي كيمة استوديو نتعطيفة انا غزرتك انا نلقى استوديو كلو متاع شمس انتين باشا قلت لهم بي شنو بش نعملو قالوا ليش نحطوا إكرونات من غادي وبش نحطوا مغادي كذو وبش نحطوا مغادي كبلاسة تدخل كرهبة ولا تدخل كميون ادخل ساميرو مارك قلت لهم انا واو امشيت سافرت خاطر انا قلت من العمارة بش تعمل برنامج لازم تشير روبي مزيانين امشيت لنيويورك شريت روبي فاتقو الحلقة الاولى انا داخلة بروفة روبيت الريش لازرق هذيك من نيويورك اي اي مش ريش ازرق ريش قابل انا ادخلت الحلقة الاولى وين اتجارت حلقة وين اعملت تاكية اعملت هاي ماذا؟ هل تشعر هذا الزكور؟ تشعر منا؟ قالوا لي يخي هذا ليس الزكور لن تشعر هذا الزكور قالوا لي غفظ غفظ محتوى على الدرجة قالوا لي فلن يكسر هذا الزكور؟ تشعر قطرهم يخي هول الزكور يبعد فيها قالوا لي لا كيف سنخدمه لك؟ لتبدل كل شيء قلت بالكشي أنا عندهم تقنيات أنا ما نعرفهمش وهما لي عرفوهم مع أنه أنا تجربتي في التصوير معتا نعرفوها تبركالها فميش برنامج ما مشيتلوش هيا سيدي بن سيدي الحلقة الأولى نلقى روحي قدام الأمر الواقع سكت فمي وصورت لوليت قد سورنا الحلقة الأولى 14 ساعة؟ قد؟ 24 ساعة 25 ساعة الحلقة الأولى تثورت في 25 ساعة ساعة للأمانة المخرج صالح يعطيه صحة الكيب تكنيك بالحق باللي كونديسيون اللي يخدموا فيهم وانتوما الكادرول ولي تعرفوش معنتها يعطيهم الصحة لكن انتي كيفية تنجم تطلب من عبد 25 ساعة من كدرور ما عدت سحيد 25 ساعة ثمانية سوية على الكاميرا ما عدت شيراج صحيح صحيح لا تفهمنا قالوا لي بيه ترشكي فيش كامل الحلقة ذات طيب الحلقة جاء نعمل حاجة أخرى مثال الحلقة الأولى مش مشكلة الحلقة الثانية قالوا لي بشي بدلو الدكور ما بدلوش الدكور حلقة الثانية فبيقى فما مشاكل تقنية الحلقة الرابعة صاحب القاناة قال لي شوف مينيل القاناة ما نجمتش تجيب مستشهرين وانتي ترفض بش جيب مستشهرين متاعك ولي ذا إجا نقول للناس اللي نحنا عنا الكوب دافريك اللي هين فيها ونحاولو نحنا نعملو اون اكيب كوميرسيال جيبان المستشهرين ونصوروا الحلقة اللي من بعد قطلوا لأنا روما تلجموش تصوروا الحلقة اللي من بعد كان إذا كان ما تقدو للي كندسيان تاعكم معتها تبادلو الدكور تعملو دي كندسيان مخير من بعد قلمتهم قالوا قديتو الدكور لي قاموا بالصبت عليك اللي لأسابة اللي قم تشاهرون الحلقة اللي من بعد قالوا قديتو الدكور لي قدوا هاو جاي الدكوراتور تعرفش كيف سدعتنا شوية وقتها كمده معانا الكان نعديو على أساس فم القان وكاو تتعدى من بعد اسمع Roana عنا مشكلة كبيرة راننا معنش دكوراتور شوفنا انسوان سبانسوخ شوفنا درشنا أي حاجة تقوله مثلاً تطلب شيئاً يقول لك لماذا تجدها؟ السالة؟ هم؟ أبارامون سالة تحب عليها السالة؟ هيا أبارامون سالة موليتها تحب عليها هل لم تبدلوا شيئاً في الدكار؟ يا أخي هم أبار القفاص اللي حكيت لك عليه؟ بدلوا شيئاً؟ رجعتوا السالة للموليتها؟ خطر مسلفته لكم؟ والله الموليتها التي هي ساحبتي برشاً معناتها محليها على الآخر ضحاة تحية لها أنا ما في بيليش أنا ما في بيليش أنا هذي التليفون عملت عاركاً قلت لهم يا أخي سالة للمرأة؟ قالوا لي والله ليه؟ تقولهم أي شيئاً يقولونك اسموا عني جوم عجيباً ماذا تجدوها؟ جوم عجيباً لا تجدوهيش في نفس الوقت فيما ردود فعله على البرنامج أي؟ نبدو بردة الفعل الأولى مكي هليل الحلقة الأولى مزروبة كان ممكن لا تتعدى اللي شفتوا يوسي إلى المهنة أي؟ يوسي إلى المهنة نجب ونعملوا بيلوت وحلقة أولى لا تتعدى يجب أن يفهم حد أدنى من المنتوج قابل للعرض يعتبر مكي هليل أن الحلقة الأولى لا يجب أن تتعدى هذي المكي هليل يعرف اللي بعد في ظرف 25 ساعة تصوير أصلاً ما تنجمش تعطي حلقة مقبولة لا تتعطي حلقة بها لذلك تتفق معها لا تنجمش لا تنجمش لا تنجمش أكيد وتقولش عني لماذا أنا لم يجبتوش مثل ما كي هليل على أخير تقولش عني حاضر معنا خاضر لا تنجمش أنت في حلقة أولى تعطي زازة تغني من غير صوت وتعطي سبونسور من غير صوت وتعطي إيماش بيكسيليزي هل لم تعديت الحلقة؟ لا تنجمش على خاطر سيئة لا تنجمش لا تنجمش لا تنجمش لا تنجمش لا تنجمش سامير بعد الحلقة الأولى خيبة أمل التلفزة لا يمكن استسهالها ويخضعك من يقول أنها سهلة واستسهالها مصيبة وما أشاهده الآن خيبة ظني الذي كان أكبر مما أشاهد إهدار للوقت والمال والطاقة خسارة الكلام هذا كان مواجه لك حسيته؟ هو بيانسور مواجه لي ما فميش شك معنده فميش شك؟ واجعك؟ ليه؟ مواجعنيش أما جاوبته بطريقة نفرح برشا كنشوف برنامج في الليفل هذا العالي جاوبته على برنامجه هو على خاطر جيستيمة التي نحن في نفس القناة ديغ حتى سامير فصخوا بعض فصخ ما صار بين ستاتيو متع سامير وستاتيو متع كنتي؟ الإدارة كلمته قتله لا يجيش؟ يخفص 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 لا يجعله لا يقلقنيش خاطر دوطة لفاسان الحلقة لولا تقنياً تاع بايسر لذلك معتها رايو صحيح الشمس الدين باشاً نعم 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 مو صحة مو نعم مو مو ماذا فيهم ستوريات والتسجيلات؟ فيهم سب فيهم تسجيلات صوتية ماذا فيها مثلاً؟ فيها شمس يحكي على زازة شمس يحكي على إينا عليش يحترم العائلة التونسي كيف يحكي على العبيد؟ أنا مش غادي موضوعي أنا موضوعي التسجيلات ري هبتوا أنا تسجيلات؟ تسجيلات ري هبتوا مين هبتوا؟ هبتوا في انستغرام من العمارة مين هبتوا في تسجيلات؟ اي ما هبتشا؟ نعم ما تفكرش ما تتفكرش اي قال في حوار عملته مع الشمس قال بش يرفع بيك قضية شو مش تقول للقاضي من العمارة لما تيخف قدامه متهمة؟ اللي عنده حاجة ضدي إينا يشكي بي وإينا عندي ثيقة كبيرة في القضاء التونسي وكل حاجة تاخذ مجره ندمت على الخلاف اللي صار بالوقت خلاف متاع شو نوع؟ هذا بتاع كل واحد قاعد يزيد يطلع فما تسريبات وفما كلمه وفما سبين وفما فوفعة على برنامج اينا معروفة هادي اللي اينا ما تشبدنيش ما نشبدكش ما تدورش بي ما تدورش بيك عطاه رأي ونصحك 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 ونحكي على شامس انا معروفة انسانة خدامة وانا معروفة انسانة ما نحب شكون يمسني في خدمتي على خاطر انا نتعب ياسر على خدمتي وعلى خاطر اللعبات تستخيلني كي نقوم الصباح ونقوم معنتها ما لابسة روبة بالعدس ونغني وشعري مكدود ومكيجة وبهجة والجوى ذاك الكل نان رأينا تعبت باش نوصل للينا ليه تاوه وما نسمح لحد تحد باش ناجم يمسلي حاجة من خدمتي يونقدك يونقدك ليت انقدني مرحبي بيك يونقدك ليت ناجم تغطط على روحك وقال لك انت تناجم تعمل برنامج يشبه لك وانتي عندك قوة كبيرة في الديجيتال وظفه عطاك نسائح بروفيسيونال نسائح عليش ما فهمتش في The Voice نحنا ولا شنو نسائح عليش نسمع برنامج فاشن كما سمحني سمحت كيكا براك عليش عليش انا باش نسمع نسائح كلنا محتاجين انا نسمع نسائح من عند هاديس عائم لا نسائح متاع نجاحات كبيرة في تونس نسمعه نجم نسمع نسائح من عند عبد اخن ونخليه يتكلم كهو خمام تجيبك كرونيكوز في برنامجو اه اي في بيلي بيها الحكاية وافقت لا ما وافقتش سمعت بيها الحكاية كهو طو سمبل ما معتا وقت الي هو جبد الحكاية هذي انا كرونيكوز مع امين معتا مش خالي انا امين سيعود على ما يبدو شمس الدين باشا الى قناة كرتاش بلوس ويسترجع البرنامج ساعة موش حكيت يسترجع خطي انا ما فكيتلوش لكن صراحة باللي كونديسيون الموجودين اللي هو بيدو حكي عليهم وبالطريقة اللي انا معناة هاريتهم يتشكيوا من الخدمة معاهم قولوا كين ربي معاك عندي جوز مو لاحظة صغيرة بركة نهارت الي انا مشيت الكارتاش بلوس باش نتعرف على استوديو شمس كلم بيانسوغ مش من راسي لحكاية معتا هومي يحكيوا لي قالوا مش تعمل باني العمارة في استوديو متاعي ووقت الي عرف الي انا باش ناخذ ساحب القناة وقالوا انا عندي مستشهرين بما قيمة 700 مليون خليوني نرجع للبرنامج انا صراحة ان وقتها كنت مستعدة باش باش ما نعملش الاكسبغيانس لكن القناة اكدتلي انه مستحيل اذا كان ترجع تخدم مع شمس الدين باشا واكدتلي وحكيتلي برشة حاجات اخرى لانا مرجمش نحكيهم على خاطر عملتنا الاكسبغيانس مع قناة وليس نقطة تقول في الكلمة اللي هي تحكي فيها على شمس خاطب شوالي نيفو با معنتها دوك ما ناجم اقولك كان شمس ربي معاك جايتك عزيزة وغاليا مع فوشي كباند خلنا بداول جاو متاعنا بالموزيكا من العمارة مع فوشي كباندا بجول جاو حماسي هاي حماسي جاميل مع البابارادزي مره هذي بش تحكيو على عالمك روني بلانس عم ناول في القيد هذي جيتنا واطلقت شاركة حلوة برشة مع روني بلانس فرحانة برشة ساعة بالغيوسيت انتع روني بلانس خاطر روني بلانس عندها عام تاوا مكتسحة السوق التونسية علش خاطر روني بلانس سي دابور لكاليتي على خاطر سومها ييسر طايرة ويسر في المتناول وعلى خاطر روني بلانس ما هيش كيني نكولور روني بلانس سي تنكولور سوا اللي فيها بردو كاريته فيها الكيراتين فيها الويل دارغان والحاجة الاخرة اللي هي ييسر به في روني بلانس اللي هي الكوفر لشوف بلانس لانك تعرفون برشة نسي عنده مشكلة تعلق لشوف بلانس روني بلانس موجودة في 54 لون وانا كل مرة مبدل لون شعري كما تعرفوني نحب برشة الهالوين ودو طوالة لفاسة احنا سلوغان تي عنا الهالوين الكولتو يتيني هكذا عليش يلقوني مرة في السيلفر مرة في البلانس مرة كل مرة حاجة حتى الغاسين كل مرة نعملها فازا روني بلانس بلانس قبل شكرا نحن في المراهن أو أباز دفخوي. ونحن الجميع الذين نعملون الكيراتين البناء والبناء والأولادة نعرفوا ما يعنيها لأنه يبدأ لديك شامپوان الذي هو زرسلفات. شيء أخر يجب أن تجد في روني بلانش لفرماع الناس ويجب أن تجد فيه البرناس الذي هو مفرسيوني. لذلك يجب أن تجد فيه للسالان الذي يستعمل لغام روني بلانش لفرماعاتهم وفرماعاتهم لنعمل لكي تطلع. عندما تجد كارتة ويجب أن تجد فيه البرناس لذلك يجب أن تجد فيه البرناس لذلك أرى ذلك لذلك يجب أن تجد فيه ما هي المفرسات التي يوجد فيه في الشامپوانية الشدد ومفراء الشامپون مثل روني بلانش أولاً، المانغة وإنك تقول لكي ما هي الشامپون فيه المانغة المانغة نعرفها شيء من نحن بخير ونحن برشة منافع للبن أما زادت الحاجة اللي نعرفها إن المانغة زادت تدخل في كل ما هو إختصاص تجميلي وعناية بالبشرة هذي وليت نعرفها بالجدام هاي، عليش على خاطر المانغة النوري الادوسي المانغة فيها حاجات ناترغال اللي هما يخليو الشعر تولي ديميلة أكثر معنا تلعفتك شعرك اللي يبدأ ساك ويبدأ أبيمي دونك المانغة تخلي الشعر هذي كيوالي غيباري وتخلي الشعر هذي كيوالي ارتبو محليه 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 هذي كعليش غني بلانش استعملت المانغة في شامپون وصوان بالفعل يشالد ينجح Uhhم الحواد 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 الشخص من هنا تم تحكيم رومان أخوة صحيح حقا أعمل وكذلك الشمپون الذي هو بالرومان عن روني بلانش هو شمپون حياتي وكذلك ما هو أنت تريد أن تتصبر شعرك حياتي أن تكون يمكنك أن تكون عن الكولورات تتحقق عليها من الأول سابق وكذلك وكذلك تستعمل شمپون الذي هو يطلب الإكلاق رجو وكذلك كمير رمانز لأعبة التي يصبح سابرين ماذا لدينا مناسبة للعيد ميلاد؟ روني بلانش تفرح بكم في أول عيد ميلاد لها ويشتربحكم دران دو سمين تابع معي بالقدير فما انجو كنكوغ اللي هو بشي سير على فيسبوك روني بلانش وميني لعمارة وانستغرام روني بلانش وميني لعمارة سيهل برشة روني بلانش تفرح بكم دران دو سمين بشتربحكم كل يوم فما كادو pour une personne اللي هي بشتربح donc sur les réseaux sociaux بشتربح ان لو دو سواء كيمة عند روني بلانش وفي اخر جمعتين بالكل دنك في جو كنكوغ هذية بشتربحوا ان رلوكينج متاع شعار وانجواني كيمة معايا انا قالوا اللي تاوا روني بلانش ما تحبكمش دنك جوائز انيفرسيغ لروني بلانش وكيمة انا دي مانقول الالوين كل تواتيني الالوين كل تواتيني ايجا معايا منيل على خطر اللي لزمنا نطفيو الشامعة الاولى روني بلانش اللي الشاركة بدت من هنا وفرحاني مبرشة انو اللي لا نطفيو الشامعة الاولى روني بلانش وإنا الله كل عام وروني بلانش وإنا الله كل عام وروني بلانش تاكر تكت حف لسو كاتون سياء !Grasse لالكاللت وصممتِحة على هع��� 생ل النابر ولم nive Buddhist Он يتوفم قل فى الحاطة روني بلانش دي مستع standard مرشي روني بلانش مرشي مني المرزه عادر الإبايت بانسر بانسر يا اردج تنفي ههلا وسهلا هذه اللي بيش تبكيلك ولاي بيش تخرجلك من استوديو ولاي بيش تشتحلها ولاي بيش تغنيلها ليه السنة ساعينا كان نلقى نمشي نبوسو تعرف عليش والله تعرف نقولك حاجة أنا لنحبك لنكرهك أما الجمعة اللي فاتت قديش قديش وليت نعشقك شنو اللي صار الجمعة اللي فاتت بيش وليت تعشقه قال لكلام صحيح استعمل كلمة صحيحة محليها كلمة منافق من فامك كان اللي ضيف انتعى الجمعة منافق ملاي انتي شنوه خلينا نبداوه بسهيل لو المنان اي وخلينا نبداوه بعرسك اي اللي العبيد الكل تحب تعرف شنوه صار فيه ان شاء الله خير نهار عرسكم في حالة داورة وقفت على كل شي وحدك اعملت ليسا ما سدعيت فيها كنس اللي تعرفها ولا قليل ومختارين بالكعبة امنعت غيوفك يدخلوا التليفون ومع هذا الكل اللي امور خرجت عن سيطرتك مانان عندك الجرأة تقولنا شنوه الحاجة اللي لقيتها في تصديرتك وقت الصهرية ورميتها في البحر سيبرين البحر كان قريب البحر كان ورايا ميترو الحمدلله البحر كان ورايا خاطر رضيه بالحق اللي نقولوها العدو أمامكم في اللي زين فيتين الكل والبحر وراقكم إذا كان لزين فيتين تاعة تقول عليهم عدو وهما مختارين بالكعبة لا 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 مش لزين فيتين وقترب الناس ليك لا مش لزين فيتين تاعي مالشكون والعدو بو ما يقرطنيش في نحكي فيها الحكاية ما مفهمش كيفيهش حكاية كما هكتناج متخرش بيه اللي فهمتو أنا اي انو فهمش كون حطلك خبيله في العرس اينا متصدرة في العرس وانتو ما تعرفوا معنتها اللي انا معرست في النزل اللي انا واقفة على إدارته اي اي كيما تاوت نعاشك النجم كاميرا تشوف معايا هوني عن نجم انا منحط ديما بابيه هكا في ديما نحط بابيه خاتنع بيغوتوش هكا نحط هكا عرفت حتى في العرس هكا خاتننصور كل شيء دونك عندي لامانيه هذيكا اي كي شبت البابيه جبتت معا حاجة كيف حاليتها اه 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 فهمت لي هي هي سحر لكن وقتها مانا جامش ننوري للناس اللي انا لقيت خاتر ما بخيتو معتها دارنا و دار راجلي وكل شيء دونك مانا جامش ننشلق على حكاية دونك حالي تلقيت اه قلت شنوك ش نعمل تاوه بش نجم نعمل حد شاي كي ما نعرفو الناس الكل اللي تفعلينها معناتها اي حاجة تلقاوها كايكا تطايشوها في البحر اه اه صورتها بتليفوني خاتر التليفوني انا كان موجود والتاسويرة عندي وتاوه ونحنا وانتوما تتفرجوا تاوه تدخلوا الاستاجرام بتاعي تتلقاوها ترحباتها في ستوري كان فاما شكولي نجم ييفسر هالي نجم شوفها من التليفون ماوش مش فوق من داوة موش فوق من داوة تنجم وتشوفوها في ستوري تون حباتها كاني نجم مشكوني فاسر هالي فاسر هالي قريت فيها كلمات اللي هوما بتدخين فهمتهم بصحيح بتدخوا فهمتهم بالغالط اي شنوما الكلمات زي ويش سافر حب اه عملت لها هكية وبالحق معناتها بغانستان بتدخ من عرش كيفيش جيتني للفكرة البحر ورايا ميترو انا عرست على البحر معتها في تراس اللي هيا لكلها على البحر دونك عملتها كي وطيجتها بلكش اللي حط هالك فيما معنى انه يبارك الزواج وهذاك كحد مخه معناتها اه ماتنجمش تبارك للزواج بالخبيلة اللي لقيتها مكتوبة هكيكة معناتها نعم وشوصر واللي بارك لك بالزواج يجي يمدلك حرص في يدك يقولك مثلاً اذي قرآن حطوا فوقك اذي عشنا دعاء اقراه اذي ما يحط لكش حاجة وين انتي مقاعد في تصدير متعك البحر المشوار اللي في يدك حاجة تبعدك انتي كيفش انساني نجم يوصل البحر المشوار متعك انتي وهو ديما بحديك اه هو مش في وسط ما هو بجنبي معناتها في بلاس البحر المشوار معناتها بتدخل عبد اللي حطو ما يعرش اللي هنا نحط غاديكا ديما حاجات فمتا لك انا عاندي ديما لحكي ديك نحط ديما في الهاكابافيغا ديكا تليفون حاجة في الكرسي متع تصديرها دوك في الكرسي متع تصديرها الاهم من هذا الكل مانيل انك تملكت عصابك وكملت الصهرية ليه هكاكا من غضوة مانيلة فيق تحلل كاميرات سوفيانس وتتفرش فنانة معروفة تحط السحر المانيلة عمارة الليلة عرصت بشكوني الفنانة معانيل حعلت الكاميرا واكتشفت شكون؟ حعلت الكاميرا و وظوميت وما صدقتش وعودت صاكارت وعودت ظوميت وما صدقتش وبلعتها في دمها كما يقول لكن الفنانين الحاضرين وفنانة الحاضرة اربعكبت أربعة كابيد بشوية ساعة لنبدأوا نظلموا في العباد ساعة أنا منيشون قول شكون هذا الحاجة الأولى والحاجة الثانية ما تبداوش تقولوا هاي فلانا هاي فلتانا هاي أنا منيشون قول حتى شيء وأنا مع أنت بالحق أنا اللي حكيت ذوما صايرين علي قبل لكن ديما نقول حمد الله ربي حاميني حكيت معاها؟ لا لا ما حكيتش معاها حكيتش معاها وأصلا ما في بليش لحكي ذي بش تخرج و وبتايت خير كيشبتها انتي بابارادي خاطر هاوك أو ما تعرف اللي أنا نعرف قطي ما حكيتش معاها وما زلت لليوم طفحك معاها ما نحطي انتي منافقة مني لي أنا منيش منافقة أنا توسامبل ما عندي برودة عصاب وبرودة دم وأبخيتو حمدو الله يا ربي معنتها متهنية وفرحانة وناشحة مانيل بعد العرس مباشرتك أشهر العصال؟ انتي وراجلك في نفس الطيارة أما كل واحد في بلاصة من أول نهار تعركتو مانيل؟ لا لا مش من أول نهار تعركنا أما كل واحد في كورسي طيارة معبية برشا نحن وقتها ماشينا للمكسيك من تونس وطيارة ياسر معبية قاتل وانتي مدام مثلش جسد أقعد معنتها وقتلي طيارة تطلع نشوفهم بعض معشكون نبدلوكم معنتها وكهوة لطفة علينا لما تعركين لاحد شاب وانتي في الخوزة هذي الكل تجي كاميراة تونسية تقول لك مانيل عاوني أراني في مسيبة ومانيش عارفة شنوها نعمل شنو حكيتلك مانيل بيش خليك انتي زيدة تدخل بعضك ومعرفت شنوها تعمل؟ نعرش انا نعرف انتي تاوبش تولي مدعرش والمرأة قالتلك والمرأة قالتلك وصل لي صوتي هايجيتك الفرصة بيش توصل لها صوتها حكيتلي حكيه نرجو مش حكيه في طالبزة هذبها واحكيها مش مشكل قابلة للتهذيب قابلة للتهذيب شاكيه هي شاكيه بفنين عليش شاكيه بالفنين او بالأحرى عليش أختها شاكيه بالفنين شاكيه بالفنين على خاطر قضية متاع اختساب اشكونوا الفنين لا نجامش من نشوف نحنا نعرفوا الناس الكل المتهم بريق حتيش لين تثبت ايدانته وشكوه قال انو ما نجامش نقول اسكوهية معنتها كلمها صحيح كلمها غالط كلمها ما تجبدنيش في الحكياتي ما نحبش ندخل فيهم يا عايش اخوية ديجا انا مليشاعات و من الهم لازرق اذيكا طوى انتي ماني العمارة ما تعرش الحكيه صحيحة ولا مش صحيحة نعرش نعم ما نحبش أصلا ندخل فيهم الحكياتي لا يا هادي هي تعرف هي تعرف وثبتت وتأكدت وتعرف اللي أنا نعرف تلمت الفنان لا لا خلينا نقوله الربار يا هادي اوه لا 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 ما دخلنيش فيهم الحكياتي ذوما ساعات تتلقى روحك دخلت في حكيات ما ما تحبش تدخل فيهم أصلا نحقيش حكيت معاها المراهين شو بدخلني هنا في الحكياتي ذوما انتي ثنانة توصول على صوتها نعم نعرش نعم سيبا قد تكون المرأة وخاصة ما نيل تموت على الخبيب جيتك حاجة في تبق قد تكون المرأة تألف في حكياتي من رأسها لا لا مفادلكوش بهم الحكياتي ذوما وجيتك في تبق ونحكيه على اختصاب رو ليش نحكيه على حاجة صغيرة رو ما وراتك حتى شيء في التليفون وراتك حاجات؟ ورات هالإثباتات اللي تحكي عليهم يا هادي بواد الإثباتات وحده القاضي والخبراء هم اللي حدوا أنها إثباتات ولا ما هيش إثباتات ياما تليفونية تقرصنت ياما تصاورت ركبت ياما مساجات تبعثت بالغالط ياما ديكارونت عملت مزيفة فعلى هذاك أفهم الخبراء والقاضي بيدو ما ينجم يحكم إلا بعد سنوات في قضايا كما هكا ساعات ما نال؟ سبعة فيفري وين موجودة؟ في دبي؟ سياحة ولا عمل؟ سياحة؟ مش صحيح عيد ميلادي سبعة فيفري شنوها مشيت تعمل في دبي؟ مشيت مع راجلي مع العايلة وعليش ما شفنا حتى ستوري وحتى تصاور من عيد ميلاديك؟ إيش كون كان حاضر فيه؟ أعبيد ممكن منحبش أنا ظهر اللي هما موجودين في عيد ميلادي وعليش ما تحبش الظهر؟ أسباب خاصة مالي العمارة اللي تحب الشو وتحب ستوريات قد فلت فرصة كيما هذي؟ ما نحبش ما نحبش إلا إذا كين كنت تحب تخبي حاجة رجلها معاها؟ رجلها موجود؟ أيكا معاها؟ يعني ما نتصورش حاجة تحشم دونك تنجم تحكيها في التاني فزا ليلي ما نحبش نحكي عليها مش وقته طيب يجي وقته تنحكي عليها ما نيل؟ حتى عيد ميلادي بش نتدخلي فيها أنت زرها شكو نجيب شكو ما نجيب كل شي في وقته معايا هنا أي دونك بش تحكي عليها؟ ما فهمش سكوبي يتعدى وما نحكيش عليه هنا معا شكون باباردزي؟ شكونوا النجم العربي المعروف كبار شمانين؟ النمبر وان اللي مشيت له خصيصا لدبي وقابلته وحتى حد ما شايفكم وحتى تصويره ما هبطت نجم عالمي؟ نتصوير كي قلت النمبر وان معروف؟ النجم عالمي ولا مصري؟ النجم عربي النمبر وان محمد رمضانة؟ ايش تعمل مع محمد رمضان بني العمارة؟ نهار عدمي ليديك سبعة فيفري في دبي في نوزل بتبيع منجم ش نسميه؟ أنا وراجل تحبوا نقولك شنو هلا يبسا؟ اي قولي انتي فيش قعدة تعمل نجمش نحكي نجمش مش وقتو؟ ني وقتو سكوب كينا هذية ما نصورش تتفلت لي لي مش وقتو وكا هاو مش وقتو؟ مين هاو مش نحكي هنا استان استان تقيك شي حدي هادي هاكي مع محمد رمضان وانه وراجل مين هاو مش وقتو اي يوكو أنت وراجل انت وراجل في نوزل ودراشنوا ويحادي أنت ومحمد رمضان وراجل في نوزل؟ اي نحتفلو بالعيد الميليد أنا وراجلي فان برشا بمحمد رمضان في عيد ميليدي تقابلنا واحتفلنا بعيد الميليد معندو ما يعمل محمد رمضان جي يحتفل في عيد ميليد من العمار ملا بش نجيب البابا رادي لعيد ميليدي منحبش 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 نحكي عليها ربي سهل وكهو ربي سهل كهو منحبش كهو أما يقو عليك ربي باي باي بابا رادي بسلامة بسلامة كنهذا بابا رادي نعود بعد الفاصل من العمارة ميزانة سخنة نبدو بدرجة الحرارة 37 بش نحكي فيها راب هل اليوم تتجرأ بش تقول أنا رابوس؟ لا لا جنوسي باي من رابوس أنا جرأ بتغنية راب محليها وضربتلي بالكدي وكهو بتتغنية أخرى بغلفان معناتا وكهو عجو سمعت الكلاش بتاع بسيكو أيم اللايا؟ سمعته اسمك موجود هاي تفرح ولا تتغشش؟ جو ما ماك يحكيوا عليا في أي حاجة بالبيه ولا بالخيب نفرح خاطر تدل إنه أنا عبد مهم بسيكو أيم يقول اللايا في الكلاش المرة الجاية كيتحب بيف امشي الميني العمارة أي معانتا كيتحب تستعرض عضاليتك ولا كيتحب تعمل كلاش ولا كيتحب كيكا معانتا بش إن علموا أنا يعمل كلاش ولا كيفش فهمتها؟ أنا فهمتها يمكن حقا مني العمارة ما زلت كيبديت في الرب برا امشي معانتا تعمال لك هي كلاش بطيتخا حاجة كيما هكيكا ما كانتش ياسر ياسر واضحة مايبوع نجم تكلاشي إنتي؟ النجم نكلاشي بأنه تفاصلوا قعدة نكلاشي في غنيات في غنيات في غنيات النجم نكلاشي أي علش لي؟ بعد ما زلقت كلمة حرشة أي في نجيب الماني أي النجم تمشي أبعد ولا هذك أقصى متنجم تقدمه؟ لي أقصى ما النجم نقدم مكننش كلمة حرشة راه وهي معانتا فما أنت وطريقة النطق متاحها معانتا نطقتها بما معانتا معانا بحر مهم فهمت؟ نحن نذهب إلى بحر هذك أقصى ما عندك؟ أنا ضد استعمال الكلام الزايد في الغنيات درجة الحرارة 38 فيديو هشام النجاتي هشام النجاتي متغشش عليك يقول عاملت معي فازة مش حلوة حبت تتعادى قبلي في حفلة حبت تفك الميكرو بعد ما تم الإعلان إنه باش نطلع تحب تغني قبلي ولجيت وحكيت معي بعثت المانجر متاحها حابت تتفحج من غير ما يتحكي معي الفنان نجم يكون متربي ومتواضع لقدرة كارييري لإسمي لجمهوري ما هوش صحيح وأنا تحية ساعة لسي هشام تعافي نحبك برشا ونقدرك برشا ونعزك برشا اليسار هو سوق التفاهم كانت عندي حفلة مع شركة منظمة كانت فهمة فنانة أخرى أخر وقت ما نجمتش تمشي للحفلة يأخي شركة المنظمة هذية كلمتني قتلي منين نحنا نخدموا برشا مع بعضنا قلتلوا مانا ما عنديش حتى مشكلة باش نكون أنا نعوذها معنتها لكن النهار إذكا عندي كان من لحديش النص اللي الغربوع أكا هاو نجم نغني فيه في الحمامات إذا كان انتي كشركة تقبل ميسيلش نجم أنا نعوذ زميلتي الشركة قالوا لي دكوخ نفهم حتى مشكلة تمشي تغني في الوقت هذكا قلتلوا إذا كان نفوت الوقت هذكا عندي أنا عروسات أخرين نحبش نواخر عليهم وقت اللي وصلت إلى غاديكا قاعدت نحكي مع مع هايثم الهيني اللي هو موجود غاديكا وكان سيهيشام لداخل وأنا وهايثم عنا موضوع قاعدين نحكي فيه معنتها تشدين في الأحديث فيه لذلك بعثت أحمد المانجر الداعي سيهيشام شيقولوا سيهيشام كما في بيلك روما نيل تعاوض في فلانا معانتها كان الوقت هيدا بش تطلع فيه تغني خليها هي تطلع توافهمت منفيق كان بعملوا أنعص لهيشام النقاتي وتغششت هنا خاطر بالحق ما نجامش معانتها غنى هو نص ساعة تفرفشت السهرية على خاطر طلعت هنا كان عشرة دقايق أكهو ووقت اللي خرجت تغششت على خاطر لقيت سيهيشام قاعد البر معانتها هو ما عندهوش حاجة أخرى من بعد معانتها كان ينجم يستنى وفي جورة الحكاية ذاية اصطر سيهيدي دونيا مع أنه طلع يغني ديجاه في الوقت متاعه بش أنه يكمل يغني في بلاستي أنا أربعين دقيقة أخرين معانتها هي الحكاية لكل سؤتة فيهم ووسيهيشام يعرفني قاديش نعزه وقاديش نحبه الحاجة الوحيدة اللي أنا بعث له المانجير متاعي كانوا أنا كنت نحكي مع هايثم وليه هي معاهد وسمبله معه مدينته باعتذار؟ نعتذر على سوق التفاهم وكهو لكن أنا حبيت معانتها يا حبة ذاك كان جاي يكلمني وفسرت له الحكاية أحسن من أنه يحكي فيها في الراديو درجة الحرارة تسعة وثلاثين من العمارة عشت لحظة صعيبة لما اسمك تذكر من بين المتورطين في قضية الكوكاين مش لحظة صعيبة فترة صعيبة عشت كيبوس عشت كيبوس أنا وعايلتي الحكاية رايزيت على حد هارا معانتها وليت نحل فيسبوك نلقى تساوري أنا وتساوري الكوكاين بجنبي ولو البوليسية يوقفوا فيها في الكاييس يقولولي إيش تعمل أنت مك موقفة قضية الكوكاين هذا ما تقرر في حق من العمارة هاي جراف بالحق جراف كيفاش وسائل الإعلامي نجمه يوصلوا والصحافة الإلكترونية توصل أنه تحكم على العبد والعبد اللي بيساعدين معتها والبرة وأنا تعرفوني من الناس اللي حبوا يخدموا بالإشاعات أنا فنينة نخدم بالإشاعات لكن المرة هذية الإشاعة بالحق تجاوزتني خاطر المرة هذية أنا سكت منذ 24 ساعة في 24 ساعة هذيكم الدنيا كنت بعضها أنا مروحة من عرس في سوسة ووقفوني من بوليسية وما يصدقوش اللي أنا ما عندي معانتها تلمعوا الناس صدقة الفيسبوك ما صدقوش اللي أنا ما عنديش حتى علاقة بالحكاية هذية وعملوا شافوا اسكو جوسيف رشير شوالا ليه معانتها منيل عيتونك تبحث في قضية كوكاين؟ ليه ما عندي حتى علاقة وقلت راني ما عندي حتى علاقة بالحكاية هذية والناس وصلت حتى تحكي أنه أنا توقفت وخرجت بفلوسي وبمعارفيرها أنا في داري وبابا أكلمني قال يخيشنية الحكاية متاع الكوكاين هذية مش تفهم انت يا قديش الناس معانتها ينجموا يفسدوا سمعة ينجموا يدخلوا عائلة في بعضها ينجموا برشة حاجات راه وقعتوا ملدوا ولتوا وين أنا عاني مانا حكاية الكوكاين ساعات تدخل للبوبليكاسيون تاعي في انستغرام ولا في فيسبوك وتلقى ما يذيك تبيع في الكوكا سيجراف انه إشاعاتكي ما هكاية نجم توصل في مخ تونسي تولي حقيقة معانتها درجة الحرارة أربعين ان شاء الله خير من العمار انت فنانة وتديرينا نزلا هاي هل فعلا انت هي الفنانة اللي طردت مرتضى الفتيتي ملوتيل أنا فنانة وديرو نزلا وعلى خاطرني دخلت جديدة في الدومان متاع إدارة نزل عندي حاجة تعلمتها كيما كي ندخل لأي حاجة جديدة نتعلمها هي اسمها لسكر بروفيسيونال دونك أنا اليوم كفنانة وإلا كفنانة تودير في نزل ما عنديش الحق بش نسمي شكون اللي جاء للنزل على خاطر أنا جو ريسبيكت نحترم كل مهنة أنا ندخل فيها أنا داخيلة ولا أنا مش داخيلة عليها دونك ما نجمش نجيوبك ونقولك تردت ولا ما تردش مالعليش في فقرة البابارادي قلت للبابارادي أنا نشكرك لأنك استعملت كلمة منافق في حق مرتضى الفتيتي على خاطر كي شفته شن هو اللي حكي علي أو ظهر اللي هو حكي علينا خرجته ملوتين ولا ليه؟ هو اللي حكي ما فهميش سر تاوة مهني هو اللي حكي هو حكي الحكي ولا شخص ما هوش معروف لكن لغيزوع بوغلاكي الخرج هي حاجة ما تسمحلوش بش يكون موجود في النزل وكها لكن هو زميلك تنجم معتا قصدك أنت هو زميلي المنافق عليش منافق؟ على خاطر وقت اللي أنا شفته كي ما قال البابارادي معنتها بالأحذان ومنولة وكل شيء بعد يجي يحكي وأنتي كنت بيردة معاه؟ ما كنش بيردة معاه سي باف غير أنا راوا الناس يستخيلوني أنا في النزل أن نحاوس ببروبة بالعدس وثبتا لعب الريش معنتها راني أنا في النزل أبيض الأزرق الريش أبيض أنا في النزل راني مانيش ماني العمارة أنا في النزل مادام مانيش وأنا في النزل نخدم على روحي واضح واضح درجة الحرارة واحد واربعين زواجك أنت حرة كيفش تعمله؟ حفلة زواجك استثمار تيجيري وتكتيك ما هوش حيفاض على الخصوصية بقدر ما هو تكتيك تيجيري صحيح ولا لين؟ صحيح وغالط نقول لك فيش تيجيري معاك حفاظا على الخصوصية على خصوصية المستثمرين في العرز زواجك؟ أي حليلتو؟ بركلة اسمو؟ نعيم فرد عمر أنتما ولا؟ بقطع النظر عن الإشاعات اللي خرجت نحنا فرد عمر فكرتني لي أنا ما هبتش تصار تعرسي تاوي اليوم يدوما الكول من الكليب اليوم سيتين اوكازين عبش نهابت تصار تعرسي تاوي تشوفوهم على استقراموا على الفيزيبوك تقال برشا كلم على زواجك وقل لي صحيح ولا غالط زوج من العمارة يخدم عساسي باركينج هاي ديكا أول حاج مايسترو سافوين قاعد يضحك خاطر معروفة الحكاية إنو بش تخرج إشاعة كما هكاية معناتها بعض نحنا وين نوقفوها الإشاعة معناتها ليه حبتتنا بيانسور تكذيب وقلت ما هوش عاسي ستع باركينج مع كل احتراماتي اللي عسوا في الباركينج تخمم إنك تجيب صغار وتعمل عائلة؟ ناي بيانسور إن شاء الله ربي سهل نجم تكون أم مثالية؟ بش نعمل المستحيل بش إنو نجم نكون أم مثالية شنية أهم قيمة تحب تغرسها في بنتك؟ زوز قيم الصدق والإحترام زوز حاجات اللي أنا تربيت عليهم ويجب ما تعرف تجيب الفلوس؟ هذا ما نحكيوش عليها هذا ما في الدم تمشي يجب أن تجيب الماني هذا ما في الدم تمشي هذا ما تتعديلها معناتها أورو باوند دولار نشكرك على صراحتك يعيشك بش نخلي السيدة المشاهدين يستمتعوا إذا كما شفتوش الكليب جديد من العمارة كليب تقريبا عنده شهر ونص ما تسميته الكليب مبروك؟ مبروك علي الناس الكل تهني فيها مبروك علي الناس الكل تهني فيها من العمارة من العمارة نشكرك برشة من العمارة يعيشك نخلي لك كلمة الختم شكراً من العمارة شكراً من العمارة و شكراً من العمارة اتكى اسحاب ناجح عطافيق شكراً من العمارة Kerry شكراً موسيقى